أحبطت الدوريات البحرية محاولة تهريب 229 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر والقبض على مهربين وستة أشخاص كانوا في استقبالها وجميعهم من الجنسية اليمنية وجاري استكمال الإجراءات النظامية للواقع وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم سفر الجريني أكد احتراض القارب الذي ضبطت عليه المواد المخدرة بعد أن تجاوز المياه الأكليمية ضمن مسؤوليات قطاع جدة بمنطقة مكة المكرم